موضوع منصور بلوي يقول أنه نفس بلسان منصور بلوي أنه من أبعده على الوسط الرياضي أنه نافذة هلالية كيف تشوف؟ هو لازم هو لازم يقول كذا يعني يعني الهلال هو اللي وصلك الهلال هو يعني إذا منصور بلوي لما يتحدث عليه هلال فما بيتحدث سيتحدث عن وعودة بحضار فيقو مثلا اللي ما شفناه لصورة فيقو فيقو مع أحد معجبيه هل ستحدث عن أكاديمية ايتو أو أكاديمية التبرشة عفوا أو يتحدث عن اتفاقية ايتو لا نتحدث إلا عن الهلال لأنه الهلال هو من يسوق عبدعيز شرقي وهو إعلامي اتحادي في يوم من الأيام تحدث بأنه نحن نهاجم الهلال وإعلامة للتسويق وهذه يعني شيء معروف في الوسط الرياضي إذا رأت العودة للوسط الرياضي فما عليك إلا الحديث عن الهلال وستجد من يطبل ومن يصفق لك ولكن ستجد من يطبل لك ولكن المنطق والحقيقة ستجعلك في موقف صعب أنا اليوم صرت كثير من اللحظات اللي حدثت في فترة منصور بلوي كذلك منصور بلوي خلينا نتحدث بأنه كثير آخر نقطة بأنه شخصية نصراوية يعني في الأصل وهذه يعني نصر نعرف حكاويهم مع الهلال يعني عدنان جستينية هو منذكر أنا ما رح أستشد في عدنان جستينية فقط لأنه إعلامي اتحادي عدنان جستينية يثق فيه منصور بلوي لدرجة أنه وضعه مدير للمركز الإعلامي في الاتحاد فلم يختاره من فلم يختاره من بد خلينا نقول جميع العلاميات التحادين يختار عدنان جستينية له يدرك قيمة العدنان جستينية ويدرك أن عدنان جستينية إعلامي اتحادي صريح لذلك وضعه مدير كمركز إعلامي لذلك بعد ذلك ظهر منصور عدنان جستينية وتحدث بأنه منصور بلوي نصراوي لذلك لا يستغرى بهذا الحديث نادي نصر في ذلك وقت يمكن رئيس الاتحاد كان عضو شرف نادي نصر صحيح بس عدنان جستيني يتحدث بأنه في الأصل منصور بلوي في الأصل نصراوي طيب خانا شو منصور بلوي هو يبحث عن الشول الإعلامي وهو يدرك بأن الشول الإعلامي هذا لا يأتي على طريق الهلال وبعطيك بالدليل وليس كلام مرسل أنا ما تعود تبقوا كلام مرسل ولا الحمد عندما غاب الشول الإعلامي عن منصور بلوي أتى لحضور مباراة الهلال في 2013 تقريبا أمام المدرج الاتحادي وعد بحضور مباراة الهلال والاتحاد وتلك المباراة أعطي أحمد الفريدي الكابتنية الاستفزازة للهلال يعني أعتقدون بأنهم أخذوا يوسف الثنيان كمثال في النهاية أحمد الفريدي فأعطي الكابتنية بوجود محمد نور يعني أنت شوف التفكير الغير منطقي بصراحة يعني أنت مثل محمد نور تتنازع الكابتنية للفريدي عشان المباراة ضد الهلال وتواجد منصور بلوي وهذا أكبر دين لماذا بتواجد أمام النصر لماذا بتواجد أمام الشباب كمثال لا الهلال الهلال هو اللي يضعك في الصورة العامة أمام الناس فتواجد منصور بلوي وأخذ أربعة بالراحة لتذكر الرباعية الشهيرة وأبعد فيما بعد محمد نور اللي تنازع الكابتنية وأبعد كثير من لعبي الاتحاد تلك المباراة لكات مفصلية في تاريخ الاتحاد